تعاقد النادي الأهلي أمس مع مودست في الساعات الأولى من صباح اليوم أو مبارح أثناء حلقة البيت الكبير أعلن النادي الأهلي عن تعاقده وتقديمه لمهاجم الفريق الجديد الفرنسي أنتوني مودست يمكن الصفقة الحقيقة عاملة ردود أفعال كبيرة وعالمية لكن خليني الأول أتكلم عن مودست هو موليد 88 لعب 1988 طبعا لعب في مسارته مع كل الأندية الموجودة اللي لعب معهم يعني 478 مباراة سجل 178 هدف يمتاز بضربات الرأس وأيضا آخر محطاته في الموسم الماضي كان بيلعب لنادي إيه؟ بروسيا دورت اللي خسر اللقب الدوري الألماني في آخر ثانية في آخر ثانية مودست كان بينافس لآخر ثانية على الدوري الألماني مودست كان بينافس هالند وليفاندوفيسكي على لقب هدف الدوري الألماني خلال الخمس سنوات السابقة كان تالت هدف الدوري الألماني تقلق بشكل كبير مع فريق كون أكيد حيكون إن شاء الله أتمنى أن يكون إضافة كبيرة لهجوم النادي الأهلي في الموسم اللي جاي إحنا لما كنا بنتكلم مع حضراتكم كنا بنتكلم عن إنه محتاجين راس حربة والناس كلها كانت بتقول إن إحنا محتاجين راس حربة وكل جماهير النادي الأهلي محتاجين راس حربة طيب جبنا راس حربة واحد أنا بشوف إن مودست من الرؤوس الحربة اللي الواحد شاف ما شافهمش من زمان في الملاعب المصرية أتمنى أن يكون أو إن ده يظهر مع النادي الأهلي خلال المباراة من أول مباراة إن شاء الله أتمنى أن يظهر هذا الأمر في وجود هذا اللعب اللي بيلعب ضمنه الحقيقة علشان مهم جدا 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 إن تعرف إن اللي بيجي مصر بيها تطبع بطباحة زي ما حضراتكم شايفين نتمنى له كل النجاح وكل التوفيق خلال مسيرة أعتقد إن هي ستبقى مسيرة صعبة جدا 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 خلال هذا المسر